اهلا وسهلا بكم معاكم حلقة جديدة من قوت الصيادين نهاردة احنا موجودين في ضيافة بشبوانس مجدي يعني الناس مستمتعة جدا بالحلقات تحت حضرتك والناس حاسة ديها بتنهل من بحر علم حضرتك بشكل يعني بجد بقى يعني احنا ايه ما صدقنا لقينا اه واحد راجل متقف بيخاطب الناس المتقفين اه بشكل اه هم يفهموه وفي نفس الوقت عنده الخبرة الشاسعة مترمات الاطراف اللي عنده حضرتك شكرا جزيلا على استلافة حضرتك لينا والنهاردة احنا هنتكلم على ما بعد الصيد ما بعد الصيد حاجة اللي هي بتتعمل كده يعني زي ما يكون بقى زي ما تيجي اعتمد على البحرية مش عارف ايه حاجات دي يعني لازم ما بعد الصيد مهم جدا 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 هو تعقيبا بس على المقدمة الجميلة اللي قالها رشيد انا عايز اقول ان انا بحاول اترجم اللي انا تعلمتم الصيادين المحترفين اللي هم علموني اللي هم اصلا ما كانوش بيتكلموا ولا بيقولوا حاجة والعلم جوا جواهم بس واخنا بس بنحاول ايه نترجم الكلام اللي احنا فاهمين ان هو ده كان قصدهم كده او هو ده اللي هم عارفينه لما حنتكلم بقى على طول بعد كده على ما بعد الصيد لان انا شايف ان دي حاجة مهمة جدا انت دلوقتي بتصطط ومبسوط وطلعت سمكة وحطتها في المركب سمك بقى ان شاء الله يبقى كتير وعملت حط في السمك لازم السمك تحط في تلك ده على المركب يعني بعد ما تصطط السمكة لازم تحطها في ايه في التلك السمكة فيها منطقتين في منطقة ضعف المنطقة اللي هي على السطح اللي هي القشر او يعني او الجلد الملك اللي هو المادة المخطية اللي فوق السمكة بالضبط كده ودي علشان تشوف هوتحس بها فعلا المثل الاعلى في القصة دي في البراكودة او الكنيات او العجام او حتى زرقاء يعني بتبقى باينة جدا لدرجة ان الكنيات لما بيبقى لما بيبقى في الفرشة ما ينفعش انك انت توقع السمكة على المركب على الخشب خالص من وقعش الكنيات على الخشب خالص ابدا الكنيات لو وقعت هنخرب هتروح عاملة الملك ده على المركب مفيش حاجة مزحلقة في الدنيا او كتر من الملك زي الملك ده بتاع البراكودة بالزيت او بتاع الكنيات بالزيت ولا صابون بقى ولا كلام من ده الكلام ده هزار بالنسبة لها عشان كده لو في واحدة وقعت بيبقى كل اللي على المركب يعني في خطر بقى ممكن تزحلقوا كلهم ومش ممكن ابدا حتى تفادى انك تزحلق مش ممكن فلازم السمكة لما تطلع تنزل في آيسبوكس او تنزل في الخشب بتاع المركب اللي معمول تلاجات ده او اي حاجة بحس انك متنزلش على الخشب بتاع المركب خالص ويكسر رقابتها هم بيكسروا الرقابة بتاعة اله الكنيات الصغيرة بيبقوا كل الموارة بروحكسرين رقابتها بحرية بيكسر رقابتها بشكل معين هو عموما فيه ناس بتفضل انها تموت السمكة بدري بالطريقة دي او بغيرها علشان السمكة متعدش بقى تعمل آآ قلق بالزبط متعدعدش في السمك اللي حواليها متعدعدش بقى متعدش تتنطط ومتعدش بتعمل ازعاج وحاجات كتيرة بس الملك ده خطرته ان هو سريع الفساد جدا ايوه هو ده انا كنت عايز بصاله بالزبط كده انه انه هو طبعا آآ مادة ع السطح وعلى فكرة المادة دي السمكة بتفرزها لما بتكون آآ خايفة او مهددة علشان ايه لو فيه آآ اي آآ هجوم عليها تتزحلق اه بالزبط كده يعني تروح مفلتة من الاتاك نفسه من الهجوم نفسه تهرب فاذا هي مجرد ما انت مسكتها وبتطلحها فهي بتفرز المادة دي فالمادة دي بتبقى على الوش وسهل قوي وسريع جدا انها ايه تفسد لمجرد ان مفيش عليها تلك فهم ازاي بتتحلل وتعمل رواح سيئة جدا الحاجة التانية ان السمكة بطناها وخيشمها نقاط برضو ضعيفة يعني سهل بسرعة بت ايه بتفسد وبالك وبتعفن يعني سهل قوي هما دول اضعف نقطتين في السمكة انت بالك لازم اللي هما ايه ايه تشالوا بسرعة يعني التلج السمك بيتحط في التلج في التلج بتحطه وتحط التلج فوقي مجروش يستحسن يبقى مجروش بتبالك تحط فوقي ترس وبعد كده ايه بعد كده يتنظف المهم انك انت عملت كده على المركب يعني السمك ايه اول باول بتحطه ايه في الاسبوكسات او في التلجات او وتحط على ايه التلج المجروش وتسيبه خلاص خلصنا سيت الحمد لله ربنا رزقنا وكرمنا هنعمل ايه بقى بالسمك دي حاجة مهمة جدا انا لازم تبقى عارف هتعمل ايه بالسمك لازم تبقى عارف من الاول يعني انا لو جبت سمك هعمل ايه اه انا عندي البيت هياخد سمكتين او ثلاثة عندي صديقي الفلاني قريب الفلاني امي اختي في ايه في لو انا سمك كتير بعارف ايه السمك ده رايح فين ودالك ازاي لو الكمية كبيرة وده احيانا بيطايح بيحصل او حتى انت مش هتعرف تروح بيه لانك انت قاعد مدة طويلة في المكان يعني مثلا لو بتصدم الغرداء او قاعد في الغرداء يوم انت لا ده لسه تاني فاذا انت في خطورة بقى انك انت تحتفظ بيه وبعد ان ترجع بيه فهتعمل ايه السمك عموما اول ما هتطلق اول ما هترجع عالسقالة هتنقله وتروح ايه طالع بيه على الحلقة خلاص في بقى تنبيه صغير هنا ان السمك ما يبانش خالص يا اما في الايسبوكسات يا اما لو زيت في الكياس سودا ما يبانش ده ايه لانه السمك بيتحزن بيتنظر اه يعني اه سدق او لا بس اه ده اعتقاد عام عند معظم او عند كل الصادين حقيقي ان السمك بيتنظر عشان كده هم ما يحبوشه هم بيصطادوا حد يشوف السمك اللي هم بطلعوها فما بالك بقى لو انت طالع على السقالة وكل الناس بتفرج عليك فالسمك لازم يبقى مش باين خلاص وتطلع بيه على طول مباشرة على الحلقة اللي انت مش محتاج له او اذا كنت حطوع عباقة والسمك ممكن يبوز منك ده هتبيع يعني معظم يعني الحلقة مثلا بتاع الغردة او غرها بيشتروا السمك على طول مفيش مشكلة خلاص وبينظفوا برضو السمك انا هقولك اهو انت دلوقتي فيه جزء زايد عندك فيه جزء عايز تاخده خلاص فالجزء عايز تاخده ده انا انصح انك تنظفوا هناك في الحلقة هتشيل القشر او لو مش عايز تشيل القشر اغسله كويس بس لازم تفضي البطل والخاشيم سيبك بس من انك كنت ايه او لا عايز سمكة سليمة او عايز مش عايز ايه هدي هدي سمكة متنظفة لا طبعا السمكة المتنظفة لما تدي هدية احسن من انك تدي سمكة واحد او يعبقى هو ينظف اخد برس او ايه يجري بقى الحلقة وانت اسكت في الحلقة يعني فهم زي ايه هتعذبه لا اه وانت تنظفها ربسانا نظفتها لك اعتقد انها حتى هدية كان هدية بقى افضل وكان في ناس على فكرة بتقول اه ناس صيادين تقال يعني كانوا بيقول وتجار كان يقولك احسن هدية ايه السمكة احسن هدية انت بالك زي اكتر حاجة بتفرح الناس ايه السمكة فتم بالك بقى لو متنظفة وجاهزة على الاكل على طول انت فهم زي اه فاذا انت هتبيع الزيادة عنك وهتنظف الباقي انا انصح طبعا وكل واحد حر انك انت تنظف القشر عشان اه عشان الملك وهنفضي البطن خالص نصلها كويس ونشيل خاشيب وبعدين رأسه رأسة كويسة بالمرة بقى يا اسقص الزعانف بقى كلها ماشي اسقص مش مشكلة اه اسقص يعني اسقص لما هتطلع هدية بقى ايه بقى متاسقصة ومتنظفة هو جاهزة على الشغل على طول يعني هنا بقى احنا ممكن ايه في كلام بقى هي بتبقى بزعنفة غير بقى لما تبقى قرعة بقى خالص يعني يعني طبعا كل واحد ايه له وجهة نظر بس مهم جدا التصرف ده خصوصا لو انت قدامك مسافات طويلة هتسافر فيها ولا التلجي ممكن ما يكفيش يعني لازم التلجي بقى انت عامل حسابك مثلا قدامك طريق طويل او هاخد وقت فلازم التلجي بقى انت عارف انه كفاية وبعدين وانت ماشي كل شوية في ربع السكة في نص السكة الماء لازم تفضل الماء تبارك لان الماء بتخلي التلج يدوب اسرع وطبعا السمك بقى قاعد مبلول فبيتعرض لإيه لان هو برضو الفساد بتوعب يبقى سريع يبقى سريع طبعا يعني ببساطة شديدة هو ده حاجة لازم تعملها ما بعد الصيد احنا نسينا نسينا ايه extensions فعلا انت ممكن تخلى الصيد وبعدين المركب بالترة الف62 الوقت ده لازم تستغله في انك تنظف عدتك انا قاسر جدا ده مهمة قوي مهمة جدا لازم تنظف عدتك تنظف عدتك ازاي يعني يعني الخطان تتغسل بماء حلوة كويس تتغسل كويس عشان الملح بيقصر سلبا على الخيط وطبعا ازا كان في مكان ولا بوس ولا حاجة طبعا بالاولة ان ده لازم يبقى مخصول كويس لازم يتغسل كويس وتغسل عده كويس وتلمها وتعب بيها كويس مش هينفع انت تعمل الكلام ده على السقالة او بعد ما تنزل على يعني او بعد ما تنزل على البر هترجع هتبقى تعبان ميت مش عايز تعمل الكلام بالزبط كده فعلا ولو روحت بيه كده غالبا مش هتعمل حاجة بالزبط وطبعا غالبا في البيت محدش هيبقى عنده استعداد ان هو يساعدك هم اصلا ما عرفش هم اخدوا السمك خلاص ما عرفش بيهم ادقين منك ليه لكن يعني هم اخدوا السمك خلاص بالزبط كوه ده المهم هم اه هم اه لكن بقى هتعمل كركب لنا الدنيا بقى وتعمل لنا مشاكل وخوز بقى وعيدة مش هتا جبت سمك خلاص بقى اه ليه ما بقى حاجتك ها فعلا يعني فعلا وما عندهم حقق برضو يعني مش عليك عندهم حقق عندهم حقق طبعا فمهم جدا انك تنظف العدة وانك تخلي بالك تحافظ على السمك الرزق اللي ربنا ادهو لك لا انك انا متخيل ان اللي ربنا رزقني برزق وانا اهملت فيه. ما ما توقعش بقى ان الموضوع ايه يستمر. لان كل ما تحافز على الحاجة وتحمد ربنا عليها وتشكر ربنا عليها. يزيدك. انا عايز علىك سؤال. انا جدا خلاص خلصنا الحلقة ديه بالتفاصيل بتاعتها تنظيف السمك وتنظيف ومحافظة على الرزق ومحافظة على المعدات اللي مش عقل بيها. تمام وتنظفها والكلام ده كله. نقطة بقى صغيرة. انا قاعد بسطد. وكلنا كل واحد شغال نلعب يهودي. كل واحد سمكة وفي ايسبوكس. محدش اه ما فيش حاجة ده واحدة في الماركة. فجاء واحد قال لي الله ابو شرارة انت طلعت ابو شرارة. رحت جاي حالل حالل الصنارة من بق السمكة. بتقوله فضل. وخلاصها لكده? اه خلاصها. وعملها تاني ولا بطلها? لا ما عم خلاصها واخن بيحب ابو شرار فضيته ابو شرار اللي بيحبها. لخير انفعلت. صح? طبعا. خير انفعلت. عشان هي لو اتنظرت يبقى هو اللي حيلبسها. اه هو اللي مسؤولة. اه يبقى انت كده شلتق شلتق شلتق. اه انت القصة دي. ان لو في اه عامل عنده او واحد بيشتغل معاه. وعاوز ياخد مبلغ اكبر من اللي هو يستحقه. كان بيعمل ايه? كان بيقعد يتحاسب معاه حساب الملكين. لغاية ما يثبت له مع المحاسب ومع الناس كلها والشهود ان هو ما يستحقش غير عشرة. اه. قام زي? لا هو عايز اتناشر. اه. بعد ما يثبت له ان هو ما يستحقش غير عشرة. والشهود والناس والمحاسب وكل الناس اهي شاهد عالقصة. بعد ما بيخرج بيجيب المحاسب على جنب كده وقاله شوف له طريقة تدي له للتن زيادة. ايه راك بها. طبعا انا في كل مرة اصانا شفت الحكاية دي اكتر من مرة. اه. فكل مرة اسأل ليه? امش تحاسب كده وده حسابه خلاص بدي له زيادة ليه? قال لي انا محبش ابدا حد يبقى طمعان في الحاجة بتاعتي. طبعا. في في فلوسي. زي كان هو طمعان في حاجة ياخده. زي ما انت عملت في بشارب الزبط. انتفهيني? ده كويس انه قالك. اللي ما بيقولش. اللي ما بيقولش ده بقى وده الكارس. انت فهم زي وده الكارس. ده را? عشان كده. الهدوء مطلوب. احنا مش كنا بنتكلم على امي الله ارحمه. من ضمن الحاجات اللي كانت بتعملها. ان ما لا يمكن حد يحس انها بتطلع سمكة. لا يمكن. طمام ازاي? يعني ازا حسيت ان السمكة بقت على المركب يبقى كويس. غير كده ما لا يمكن. ده غير انها بتبع عارفة نوحها كمان. لكن هي لا يمكن تحس انها بتطلع سمكة. عادي خالص هي نفس الحركة. سواء فاضية او مع عسامك او واحدة. متحسش افنا مع عسامك ازاي? فدي مهمة انك انت ما يعني انت مجرد انت بقى وقمت واتفزعت وعمل بقى ايه تقرأ وشباك. بلد فانت هتلفت نظر كل الناس وعودوا بقى سابيل في النوم وبصنا. ما تلفدش النظر ما تتكلمش ما تصيحش ما تعملش احواره. خالص. او نابر عشيب. بلاش عشان خطري. بلاش. 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 فيه? افهم ازاي? عصر انت أبوك تصلي على النبي في سرك مفيش حاجة أبوك تصلي دي يعني برضو مش كاملة يعني يقول لهم تصلي على سيدنا محمد والآله وصحبه وسلم ماشي ببقى في سرك واخبالك أبو ستواطي يعني ماشي لازم بقى سياحة بقى بلاش في البحرق محبوش الحكاة دي أبدا والله طبع 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 صدقني حتى لو هو ما بينشي أنا عارف ما بيحبوش الحكاة دي أبدا ولا يحبو الزعيق ولا الصوت العالي ولا أصلا الدوشة بقى لك أن هم هم معتمدين على التركيز أنا بنرجع تاني نقول يا جماعة التركيز 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 لازم تبقى مركز وعايش تشوف وتسمع وتحس بكل اللي حواليك واخبالك دي مهمة جدا جدا تحس بكل اللي حواليك غير كده بقى هتبقى حابس نفسك كأنك قعد في القوضة بتاعتك بس بس فوق الماي الكيان أو المكون ضخم جدا فما ينفعش ان تقفل عروحك القفلة دي أنا ما صدقنا بقى الأفق هو أخيرنا الأفق أخيرنا هنشوف لغاية الأفق والنهار و بالليل كمان لو أنت يعني لو أنت قالك ما زاك بقى يعني لو أنت عايز تطفي خالص النور بتاع المركب طبعا جرب كده هول المركب كده هول المركب كده عايزين ندفي النور فهمه زي حمزت جدا إلا إذا كان حاسس إن الناس ممكن تعمل قلق يعني تخبط تكسر تعمل فهم إزاي فعلى قد هتلاقيه مبسوط جدا أنه هو هم متعودين كده يمشوا من غير نور خالص خصوصا في الماشي يعني لما بيكون ماشي قلق وفوق عنده در مكح فوق وتحت بيضلم المركب كله كله أنا مش فاكر أبدا كل الفلايك يعني ساعات إيه اللي بقى وفين في البحر فالوكة إيه تيه جنبينة عملي لا شفتها جاية ولا سمعت صوت الماكنة مع أن الماكنة صوتها وحش قوي عالي لكن لا لا سمعت صوتها ولا شفتها ولا حاجة تلاقيه جنبك مركب هو دهينها أخضر أزرق وتبقى خلاص يعني أرجو طبعا أن المواضيع دي تبقى مفيدة والناس تهتم بيها وإن شاء الله نشوفكو في حلقة تانية يبقى مفيدة برضو إن شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا وإلى اللقاء جديد في حلقة جديدة بالقاوة الصيادين مهاردة تكلمنا على ماذا بعد الصيد وده حيبقى الجزء الأخير في كتاب البش مهندس مجدي هذا لا يعني أن إحنا خلاص مش هنشتغل معها تاني حلقات ممتدة وممتدة مع البش مهندس مجدي ألف شكرا بش مهندس شكرا شكرا شرفتوني شرفتوني الحقيقة أنا سعيد جدا جدا بيكو بيكو لكم ربنا يا خليفة شكرا جزيلا يا فن شكرا جزيلا يا فن شكرا شكرا